اشتركوا في القناة واطلعت اللجنة العليا على تقارير التقص الوباء في المدارس وقد اظهرت هذه التقارير زيادة في عدد الحالات المسجلة بين الكادر الاداري والتعليمي والطلبة في المدارس الخاصة والدولية نتيجة الانتشار المجتمعي وعدم التزام بعض المدارس بالاجراءات الصحية الوقائية والتقليل من اهميتها والتي من ضمنها الافصاح عن الاعراض ومخالطة حالات ايجابية في المجتمع والمدارس ولحماية سائر افراد المجتمع من مزيد من انتشار هذا المرض فقد قررت اللجنة العليا تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد باستثناء طلبة الصف الثاني عشر اسوة بالمدارس الحكومية على ان يسر العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الاحد الرابع من ابريل 2021 للميلاد حتى اشعار اخر وفي اطار الارتفاع الخطير في الاصابات بفايروس كورونا كوفيد 19 في مختلف محافظات السلطنة في هذه الفترة وتجنبا لمزيد من الانتشار لهذا الفايروس في اوساط المجتمع فقد قررت اللجنة العليا تعليق الانشطة الرياضية الرسمية والاهلية ابتداء من يوم غد الخميس الاول من ابريل 2021 حتى اشعار اخر كما قررت اللجنة العليا ايضا تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور الى مقرات العمل في وحدات الجهاز الاداري للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الى نسبة خمسين في المئة من اجمال عدد الموظفين على ان يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون الى مقرات العمل الاعمال الموكلة اليهم بنظام العمل عن بعد ويسر العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الاحد الرابع من ابريل 2021 للميلاد حتى اشعار اخر حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه اشتركوا في القناة